السلام عليكم اهلا بكم في فيديو جديد اتمنى تكونوا بألف خير وانتوا بتشوفوا معايا الفيديو ده اللي هنشوف من خلاله مجموعة حديثة من الادوات المنزلية والافكار والحيل والمنظمات والاختراعات اللي هتساعدنا على ترتيب وتنظيم البيت والمطبخ واللي بتوفر علينا الوقت والجهد وكمان بتساعدنا على استغلال المساحات الصغيرة سواء في التلاجة او في المطبخ او في البيت عموما وطبعا في نهاية الفيديو ده كالعادة هقولك على الطرق اللي تقدري من خلالها تجيبي كل الادوات اللي انت محتاجاها ولو لسه مشتركتيش في قناتي اتمنى انك تدعميني وتعملي اشتراك للقناة ويريد كمان تفعلي جرس الاشعارات للكل عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد ويومي بينزل على القناة ان شاء الله ويلا بينا بقى دلوقتي نبتدي الفيديو بتاعنا مع بعض ونشوف الادوات اللي هتتعرض معنا في الفيديو ده وازي نقدر ان احنا نستخدمها ونستفيد منها بعد كده هنشوف عندنا منظم للأحزية والمنظم ده بييجي عبارة عن كذا رف كده تقدر ان انت تنظمي بيه مختلف الأحزية اللي عندك بطريقة منظمة ومرتبة جدا وطبعا هو بيساعدك ان انت تتخلصي من كركبة الأحزية اللي بتبقى موجودة عندك وهنا هنشوف مع بعض عندنا حامل للموبايل ومنظم للمناديل في نفس الوقت تقدر ان انت تسبتي على المكتب وتستخدميه انت بتاكلي مثلا بعد كده هنشوف مع بعض عندنا مجموعة من الكتع العزلة للحرارة اللي تقدر ان انت ترفع بيها اي حاجة بتكون سخنة عندك او تقدر تستخدميها تحت اي حلة سخنة او صنية او طبق سخن وشكلها بيكون جميل جدا وكمان بيكون في منها احجام مختلفة بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا منظم للرز والمنظم ده بياخد معاك حوالي عشرة كيلو من الرز او الدقيق والمنظم ده بيجي كده فيه جزء من فوق تقدر ان انت تحط فيه توم او قرنفل بحيس ان الرز ده عندك ما يسويس وغير كده بيجي معاه اداة معيارية بتساعدك ان انت تعايري كمية الرز اللي انت محتاجاها وكمان تقدري من قلال الاداة المعيارية دي ان انت تستخدميها كمصفة برضو تخسلي وتصفي بيها كمية الرز اللي انت عايرتيها بعد كده هنشوف مع بعض عندنا الغسالة الميني الحديثة اللي تقدر ان انت تخسلي بيها الشربات او الملابس الداخلية او هدوم الاطفال او مختلف الهدوم اللي بتكون عندك وطبعا هي بتوسع معاك العشرة لتر من المية وغير كده الغسالة دي بتحتوي على مجفف بيساعدك ان انت تجفي في كل الهدوم اللي انت غسلتيها واهم حاجة في الغسالة دي انها مش بتاخد عندك مساحة خالص في البيت وهنا هنشوف مع بعض عندنا الشماعة اللي تقدر ان انت تنظم عليها خمس بناطيل في شماعة واحدة وهي بتساعدك على استغلال المساحات الصغيرة الجوة الدولاب وهنا هنشوف مع بعض عندنا المأشرة الجميلة دي تقدر ان انت تستخدميها في تأشير الخضار او الفكهة واهم حاجة في المأشرة دي ان بيكون فيها جزء بيتجمع فيه كل القشر اللي انت قشرتي وهنا معنا مجموعة من الاكياس اللي تقدر ان انت تنظمي بيها البوكاليات تقدر ان انت تستخدميها في تنظيم السكر او الرس او مختلف انواع البوكاليات اللي بتكون موجودة عندك وطبعا استخدامها بيكون سهل جدا وتقدر ان انت تسبتيها عندك في دلاب المطبخ او في التلاجة بعد كده هنشوف عندنا الشبكة اللي تقدر ان انت تستخدميها عندك في الغسالة وهي قدرها انها بتساعدك ان هي تشلك كل الوبر او الشعر اللي بيبقى موجود في الهدوم دلوقتي هنشوف عندنا مصفى طريقة تصميمها جميلة جدا تقدر ان انت تصفي من خلالها الخضار او الفكهة او المكارونة او الفراخ او اللحمة تقدر ان انت تصفي بيها اي حاجة انت عايزيها بكل سهولة هنا عندنا حامل تقدر ان انت تسبتيه على الجدار بكل سهولة وتقدر ان انت تتحكمي بالحجم بتاعه على حسب حجم الجدار عندك وتنظم عليه مختلف احجام الفوت بتاعتك او الاحزاء الخاصة بالحمام بعد كده بقى هنشوف مع بعض عندنا الفوتا اللي بيبقى عندها كدرة عالية جدا على امتصاص السوائل تقدر ان انت تستخدميها بتنظيف مختلف الحاجات اللي بتبقى موجودة عندك وهتشوفي معايا من خلال الفيديو ده بعد الطرق اللي تقدري من خلالها تستفيدي من الفوتا دي هنا بقى هنشوف مع بعض عندنا جهاز لسلق البيضة على البخار وهو بيشيل معاك حوالي 14 بيضة طبعا تقدر ان انت تعملي به مختلف الاطعمة اللي انت بتفضلي تعمليها على البخار بكل سهولة بعد كده هنا هنشوف مع بعض عندنا اداة للتنظيف والاداة دي بصراحة مميزة جدا عشان طريقة استخدامها بتكون سهلة وغير كده الاداة دي تقدر ان انت تثبت عليها المناديل المبللة او اي فوتا موجودة عندك وتنظفي من خلالها كل الاماكن اللي موجودة عندك في البيت سواء الجدران او الارضيات او الاجهزة او الدوليب او الشبابيك او المرايات ودلوقتي هنشوف مع بعض عندنا حامل السرير اللوحي للموبايل تقدر ان انت تستخدميه للموبايل او تقدر تستخدميه للتابلت وطبعا تقدر ان انت تستخدميه بكذا طريقة زي ما هو ظاهر قدامك كده دلوقتي من خلال الفيديو بعد كده هنا عندنا فرشة وقشاطة في نفس الوقت تقدر ان انت تنظفي بيها الارضيات او استجاد او مختلف الاسطح اللي بتبقى موجودة عندك وغير كده تقدر تقشاطي كل المياه والصابون من خلال الاشطة اللي بتكون موجودة في الفرشة دي بعد كده هنشوف مع بعض معانا منظم بيجي عبارة عن 3 ارفف طبعا هو عبارة عنده لاب بيبقى كبير شوية تقدر ان انت تنظمي بيه ادوات ولوازم وخزين المطبخ اللي بتبقى موجودة عندك بعد كده هنشوف مع بعض عندنا مكوى للبخار حجمها بيكون صغير ومناسب جدا للسفر يعني لو انت مسافرة تقدر ان انت تخطيها معاك في الشنطة مش بتاخد معاك مكان خالص جوه الشنطة هنا معانا منظم لتوزيع السابون السائل طبعا تقدر تثبتي المنظم ده في المطبخ او في الحمام وتنظمي جواه سابون سائل الموعين واستخدامه سهل جدا وعملي وهنا هنشوف مع بعض عندنا جهاز التسخين وهو يعتبر مكتبي يعني تقدر ان انت تستخدميه في الشغل او على المكتب وقت الدراسة بحيث ان المشروبات بتاعتك تفضل سخنة يعني لو انت عاملة كوبات شاي او نسكافيه تقدر ان انت تثبتيها على الجهاز ده وهي بتفضل سخنة مش بتبرد بسرعة وهنا هنشوف مع بعض عندنا آلت سرع غزل البنات واستخدمها بيبقى سهل جدا برضو دلوقتي هنشوف مع بعض عندنا منظم لأدوات ولوازم التنظيف تقدر ان انت تثبتيه عندك على حنفية حود المطبخ وتنظم عليه مختلف ادوات ولوازم تنظيف المواعين زي الليفة وسلكة المواعين وغير كده بيبقى فيه حامل تقدر ان انت تنظم عليه ثوات المواعين بعد كده هنشوف عندنا ممساحة مخصصة لتنظيف الشبابيك والممساحة دي بيجي فيها جزء مخصص كده تقدر يتضيفي فيه مادة التنظيف اللي انت بتستخدميها وطبعا طريقة تصميمها بتسهل عليك ان انت تنظفي الشبابيك من جوه من بره بكل سهولة وده لان هي مرينة جدا في الاستخدام وتقدر تتحكمي في الطول بتاعها على حسب حجم الشباك عندك بعد كده هنشوف عندنا ممساحة او اسفنجة تقدر ان انت تعصري منها كل المية وكل سوائل التنظيف اللي بتبقى موجودة عليها بكل سهولة وغير كده بتكون صغيرة في الحجم وطريقة تصميمها بتساعدك جدا انك تنظفي بيها كل الاسطح او الاجهزة اللي بتبقى موجودة عندك في البيت بكل سهولة بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا الفرشة الصغيرة دي تقدر ان انت تنظفي بيها مختلف الزوايا اللي بيبقى صعب عليك ان انت توصلي لها فتقدر من خلال الفرشة دي تنظفي مختلف الزوايا اللي بتبقى موجودة عندك بكل سهولة زي ما ظاهر كده قدامك دلوقتي من خلال الفيديو بعد كده هنشوف عندنا منظم للمطبخ تقدر ان انت تثبتيه على الرخامة وتنظم عليه ادوات ولوازم المطبخ زي السوسات او الشوك او السكاكين وكمان تقدر ان انت تنظم فيه ستة انواع من التوابل اللي بتستخدميها وهنا معانا الممساحة المارينة جدا زي اللي تقدر ان انت تعصري منها كل المية وكل مواد التنظيف اللي بتستخدميها موجودة عليها بكل سهولة وغير كده طرق استخدامها متعددة تقدر ان انت تستخدميها في تنظيف الجدران او دوليب المطبخ او البلاط او المرايات او الشبابيك ودلوقتي احنا شوفنا مع بعض مجموعة متميزة جدا من المنتجات والادوات الحديثة والاجهزة المنزلية الزكية اللي بتساعدنا على ترتيب وتنظيم البيت والمطبخ وغير كده كمان بتساعدنا على استغلال المساحات الصغيرة زي التلاجة او في المطبخ او في البيت عموما وكمان بتوفر علينا في الوقت والجهد وهي في الحقيقة ادوات عملية جدا وغير مكلفة وبسيطة وبتسهل علينا الحياة اليومية وشغلك في البيت وكمان وضحنا ازاي نقدر نستخدم الادوات دي وازاي نقدر ان احنا نستفيد منها بكذا طريقة مختلفة كملي الفيديو معايا لنهايته عشان تشوفي معايا داي الادوات اللي هتتعارض في الفيديو ده وتقدر ان انت تعرفي ايه هي الحاجة اللي انت محتاجاها لبيتك والمطبخك وهقولك دلوقتي ازاي تقدر تحصلي على المنتجات والادوات اللي شفتيها معايا بالفيديو ده بكل سهولة بطريقة سهلة جدا وبسيطة ولو الادوات اللي اتعرضت في الفيديو ده عجبتك اتمنى انك تدعميني وتدعمي القناة بالضغط على زر اللايك والاشتراك ولو انت عندك اي استفسار عن اي منتج في الفيديو ده تقدر انيتي تكتبيلي في التعليقات وانا هرد عليك في اقرب وقت ممكن ولو الادوات اللي اتعرضت في الفيديو ده عجبتك اتمنى انك تدعميني وتدعمي القناة دي بالضغط على زر اللايك والاشتراك ولو انت عندك اي استفسار عن اي منتج في الفيديو ده تقدر ان انت تكتبيلي في خانة التعليقات وانا هرد عليك في اقرب وقت ممكن ولو عايزة تشوفي ادوات منزلية جديدة وافكار تانية كتير ما تنسيش تدوسي اشتراك وتفعلي جرس الاشعارات للكل عشان يفصل لك اسعار بكل فيديو جديد ويومي بينزل على القناة ان شاء الله ودلوقتي بقى بعد ما تكلمنا ووضحنا على كل حاجة محتاجة تعرفيها عن كل المنتجات المتميزة اللي اتعرضت معنا في الفيديو ده هقولك ازاي تقدري تحصلي على المنتجات اللي شفتيها معانا في الفيديو ده والادوات اللي محتاجاها في بيتك او في مطبخك وهقولك عن الطرق اللي تقدر ان انت من خلالها تجيبي كل المنتجات والادوات دي بكل سهولة تقدر ان انت تجيبي المنتجات دي بتلت طرق وطبعا تقدر ان انت تختاري الطريقة المناسبة ليكي على حسب المكان اللي انت بتكوني متواجدة فيه فبدا ياتا كده اول طريقة لو انت عاوزة طريقة معتمدة فتقدر ان انت تجيبي كل الادوات دي عن طريق تطبيق عالكسي بريس او تطبيق امازون او تطبيق بنجود او تطبيق اي باي او تطبيق نون بالنسبة الاسعار المنتجات دي فهي بتبقى كويسة وطبعا بتعتمد على حسب الحاجة اللي انت عاوزة تجيبيها لو كانت مثلا منظمات او ادوات عادية للتنظيف او اجهزة كهربائية فاكيد كل حاجة بيبقى لها سعر مختلف اما سعر مصاريف الشحن فده طبعا بيعتمد على حسب المكان اللي انت بتكوني موجودة فيه يعني مثلا تكلفة الشحن للدول العربية غالبا بتكون غالية شوية اما مصاريف الشحن الفرنسا او امريكا او الدول دي بيبقى سعر الشحن لها منخفط شوية وبيكون في دول الشحن فيها مجاني فاعتقد ان الطريقة دي بتعتمد على حسب المكان اللي انتوا بتكونوا متوجدين فيه بعد كده عندنا الطريقة التانية اللي ممكن تساهل عليكم او تحللكم مشكلة تكاليف الشحن وهي بتكون الانلاين على صفحات الفيسبوك او الانستجرام وطبعا الصفحات دي بتبقى عبارة عن تجار بيجيبوا كميات كبيرة من المنتجات دي وبيبقوها عن طريق الانلاين على السوشيال ميديا وبتقدري تطلبي منهم المنتجات والادوات اللي انت عاوزاها وبتوصل لك لحد باب البيت بمصاريف الشحن على حسب المحافظات وطبعا مصاريف الشحن بتاعتهم بتبقى منخفضة وحلوة جدا مزاي مصاريف شحن التطبيقات اللي قلتلكوا عليها وعاوزا اقولك ان طريقة البحث على الصفحات دي بتكون سهلة جدا بتكتبي في خانة البحث في الفيسبوك او الانستجرام عن الادوات المنزلية وبتقدري توصل لها بكل سهولة اما بالنسبة للطريقة التالتة فهي المحلات الموجودة عادي في الاسواق الكبيرة او في المولات اللي بتبيع المنتجات والادوات دي زي كرفور ورانين وغيرهم من المولات الكبيرة اللي بتكون خاصة بالادوات المنزلية والاجهزة وجهاز العرائس بس كده دولي تلات طرق اللي تقدري ان انتي تحصلي منها على الادوات دي بكل سهولة وياريت طبعا لو اي حد يعرف مكان عنده المنتجات دي اتمنى انه يكتب لنا في التعليقات عشان الكل يستفيد ويقدر انها يوصل لها بكل سهولة وبس كده ده كان فيديو النهاردة اتمنى ان الفيديو دي يكون عجبكم ولو الادوات والمنتجات اللي اتعرضت في الفيديو ده عجبتكم اتمنى ما تنسوش تدعموني وتدعموا القناة دي بالضغط على زر اللايك والاشتراك ولو عندك اي استفسار في اي حاجة تقدر ان انتي تكتبيه لي في خانة التعليقات وهرد عليك في قرب وقت اسبكم في رعاية الله اشتركوا في القناة